فبكل آلة مواسف تحدثت الأخبار أن من فوكا كان خرج مجموعة من الشباب وأنهم كانوا 16 شخصا غرقوا 11 وخمسة قالوا بالليرهم في عداد المفقودين لأنهم لم يجدوا الجثمين جثمين هؤلاء البؤساء في القرن الواحد وعشرين نفس الشيء في نفس اليوم هؤلاء كانوا انطلقوا من جهة تيبازا وفوكا بالضبط أعتقد حسب المعلومات هنا أما من جهة عنابة فقد خرج أيضا عشرين في الحقيقة عشرين حرق وقالوا أنهم وجدوا ربعة ولكن الستاش الآخرين لم يجدوا لهم طريق لا يعرفون هل هم أموات أو أحياء بعض المصادر قالوا من أنهم تم إنقاذ خمسة أشخاص دعنا نرىها هنا في بعض المعلومات كما خرجت هاهم احد عشر شاب من شباب فوكا وهي مدينة صغيرة في ولاية تيبازا وهي اليوم يلف حزن عميق جدا يلف فوكا ويعتصر آلاما قلوب الوالدين والأشقاء والأصدقاء لفقدان هؤلاء جميعا هذه بعض الصور وهنا يظهر عشرة منهم وخمسة ما زالوا مفقودين هذه الطفلة واحدة من الذين غارقوا أيضا وعمرها خمس سنوات واسمها ملاك في هذا الفيديو يتحدث الشخص الذي أخرج الجثمان جثمان طاهر لهذه الفتاة التي ما زالت طفلة صغيرة وسغيرة جدا طفلة في عمرها دخلت سنيف وقلمة مسكينة لا يحال بحرها ربي يرحمه ويسا عليها لا حول ولا قوة إلا بالله هذه اللي كان هذه ضقوش من الذنب اللي عندها مسكينة جيت صيبة تشوف لها جفة البحر هذا لا حول ولا قوة إلا بالله مع ذلك تعتبر محظوظة فهذه لم يأكلها الحوت في البحر إنما أنقذها صيادين وأمس حدثناكم في اللايف السابقة أيضا عن المجموعة التي غرقت ولولا وجود باخرة لأنقذت البعض منهم وغرقوا كانوا ثمانية أشخاص منهم رأتين منهم رأة واحدة كانت في برقة هي وزوجها وكانت في حملها في شهر الثامن السؤال لمرة أخرى يطرح عندما يهرب شعب من وطنه هذه قمة الإدانة لنظام الحكم القائم عندما يهرب الناس رجالا ونساء وأطفالا وحوامل وشيوخا من هذا العملاق المقيد من عاشر مساحة في العالم يعني أننا أمام صرخة مرعبة مزلزلة لو كانوا يسمعون عندما يفر شعب الجزائري من أرضه وأول أمس شفنا 14 شاب فروا وهم يسكنون قرب الحدود التونسية إلى تونس وعادتهم الشرطة التونسية وحكم عليهم بـ 18 شهرا سجنا لأنهم جاعوا وأرادوا أن يذهبوا إلى الجيران لعلهم يجدون أكلا هناك عندما يهرب الكبير والصغير المرأة والرجل الشيخ والطفل المتعلم وغير المتعلم حامل الدكتوراء وغير الذي لم يدخل حتى إلى الابتدائية فإن هناك ألم شديد ومؤلم وصف على وجوه المافيا العسكرية التي تتحكم في البلاد أحيانا يقتلون الحراغة وأحيانا أخرى يعخذون منهم أموال هائلة وفي أحيانا أخرى يغرقون وحتى لا ينقذونهم في كثير من حالات لينقذ الجزائريين هم باخرة تعجانب أو صيادين جزائريين باخرة لينقذ منها بعض الأشخاص أول أمس كانت باخرة مصرية هذا وحده يلعن كل من لديه مسؤولية اليوم مع هذه العصابة موت الناس في البحر هربا من أرضهم هو لعنة على كل من له حكم أو مسؤولية في البلاد وعلى رأسها كبار المجرمين من المدنيين والعسكريين وجدت صعوبة وأنا أقرأ في الموضوع أنا أتحدث إليكم وجدت صعوبة شديدة وقد أن ألغي هذا اللايف كد أن ألغيه لم عود أتحمل حالة البؤس لعيشها الشعب الجزائري وأنا أتبحها وأتبحها وكل شهر أسوأ من اللي فات وكل أسبوع أسوأ من اللي فات لم عود أتحمل ذلك فأنا بشر في نهاية المطاف وعندما أرى هذه المظاهر أتألم بشدة لما أوصلتنا ليه المافيا العسكرية في هذه البلاد لما أوصلت له الناس